عملية نوعية لقوات النخبة اليمنية في محافظة شبوى جنوب البلاد هدفها طرد تنظيم القاعدة القوات اليمنية بمساندة القوات المسلحة الإماراتية والأمريكية تمكنت بعد ساعات قليلة من بدي العملية من التقدم في عدد من المحاور وستطاعت هذه القوات في وقت قصير من تأمين المدن الكبرى في المحافظة وهي عزان وعتق والعقلة وجبان والحوطة كما تمكنت من تأمين القرى المحيطة بهذه المدن وذلك بعد فرار مسلح تنظيم القاعدة إلى مناطق أخرى خارج المحافظة بينما لاقت قوات النخبة ترحيبا شعبيا واسعا من السكان المحليين محافظة شبوى عانت على مدى الأشهر الماضية من هجمات إرهابية رحى ضحيتها العديد من المدنيين لكن قوات الشرعية تبسط سلطتها من جديد على محافظة شبوى بعد استعادتها وترضي التنظيمات الإرهابية منها وهو هدف عمل التحالف العربي على تحقيقه في اليمن عبر تدريب وتأهيل قوات يمنية تكون قادرة على التصدي للإرهاب وإعادة الأمل لليمنين